19 عاما والعراقيون يعيشون أجواء الظلم والاضطهاد والإقصاء على يد أحزاب وتيارات تنوعت ولاءتها ما بين الشرق والغرب وما أن اختلفت حتى تبارت ليدعي كل طرف أنه يعمل لأجل العراق ومنع انزلاقه للمجهود الذي كانت مقدماته تكتب على أيديهم طوال السنوات الماضية أحزاب تمرست طوال عقدين على قمع أي مطالبة لتحقيق العدل والمساواة وضرب أي صوت رافض لنهج المحاصصة الطائفية فتركت بصماتها عبر أذرعها وميليشياتها التي قتلت وروعت وهجرت مدن وقرى بذريعة محاربة الإرهاب حيث سوغت لنفسها سحق أي داعة الخلاص من نظام أورد البلد المهالك الصراع بشأن تشكيل الحكومة والذي تدور راحاه منذ أشهر تطور خلال الأيام الماضية إلى ما كان متوقعا استخدام الشارع لإيصال الرسائل إلى الطرف الآخر رسائل بدت أكثر صراحة في تصريحات مقتدى الصدر التي دعا فيها إلى تغيير جدري للنظام السياسي والدستور والانتخابات مؤكدا على ضرورة عدم تفويت الفرصة الذهبية للقضاء على الفساد والتفرد بالسلطة والولاء للخارج رد الإطار التنسيقي لم يتأخر كثيرا حيث دعا أتباعه للاحتشاد على أسوار المنطقة الخضراء ضد ما وصفه بالانقلاب المشكوه واختطاف الدولة وإلغاء شرعيتها وإيهانة مؤسساتها الدستورية محذرا من تجاوز ما سماه الخطوط الحمراء وتهديد السلم الأهلي وسلطة القانون وفيما بدأ أنه محاولة لتفتيت الإطار التنسيقي عرض الصدر على زعيم ميليشيا بدرهاد العامري حوارا مشروطا بثلاثة خيارات أبرزها الانسحاب من الإطار التنسيقي ويقول مراقبون أن بيان الإطار يمثل تطورا خطيرا في مجريات الأحداث لا سيما وأنه يضم مجموعة من الميليشيات التي لطالما تهمت بخرق القانون وتملك خزينا وافرا من السلاح ما يعني أن أي احتكاك مع أنصار الصدر قد يأخذ الأمور إلى صراع مفتوح ومع دخول الميليشيات الحليفة لإيران على خط الأزمة ودعوات توسيع رقعة التظاهرات لتشمل جميع المحافظات يتزايد القلق داخل الشارع العراقي من مآلات تمدد الأزمة السياسية للشارع وانعكاساتها على الواقع الأمني والاقتصادي